تشارك مؤسسة حياة كريمة في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ 27 وتلقى رئيس مجلس أماناء مؤسسة حياة كريمة تلقت آية عمر كلمة ألقت عفوا كلمة عن دور المؤسسة في مواجهة التغيرات المناخية في جلسة بعنوان دور حياة كريمة في أفريقيا حيث تلقيها يوم الثاني عشر من نوفمبر في المنطقة الزرقاء كما تشارك حياة كريمة في عرض تجربتها الفريدة في قرية فارس بمحافظة أسوان باعتبارها أول قرية صديقة للبيئة من قرى المبادرة يوم سابع عشر من نوفمبر لعام الفين واثنين وعشرين كذلك تخصص المبادرة جناحا مصغرا في المنطقة الخضراء لعرض دورها كمؤسسة مجتمعية ومبادرة رئاسية في مواجهة التغيرات المناخية وتقيم المؤسسة جلسة نقاشية مع عدد من شركاء التنمية داخل وخارج مصر في المنطقة الخضراء لمشاركة قصة نجاح أكبر مشروعة تنموية في العالم وتأثير محاور عمله على التغيرات المناخية